مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم La Langue Francaise ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفعل إيمي إيمي يحب مثلا أردت أن أقول اليوم أنا أحب سأقول أجور دوي جام اليوم أنا أحب وإذا أردت أن أقول بالأمس أحببتو سأقول يا جام بالأمس أحببتو وإذا أردت أن أقول غدا سوف أحب سأقول دمان جامري غدا سوف أحب وإذا أردت أن أقول الآن أنا لا أحب الآن لأنا لا أحب سأستعمل النفي مانتنون جنام پا الآن أنا لا أحب أو أنا الآن لا أحب إذا أستعملتو الفعل أمي أو PRESENT أو جوردوي جام والفعل أمي أو PASÉ COMPOSÉ في الماضي المراكب hier جام والفعل أمي مصرف إلى المستقبل البسيط لفتور سامبل دمان جامري وأيضا النفي لنهجم ومانتنون جنام يمكن أيضا أن أستعمل لباسي رسون الماضي القريب الماضي القريب وأقول أحببتو لتاو أحببتو لتاو أو يَوْيَنْ دِيمَي أحببتو لتاو جو يَوْيَنْ دぞ مه أو ساوحببو جو aمي ساوحببو جو امي اجردو جام الليوم أنا أوحب hier جد Carib بالأمس أحببتو دمان جام جمending سوف اوحب مانتنون إذن سأقوم بتصريف الفعل أمي إلى الحاضر وإلى الباسي كومبوزي وإلى المستقبل البسيط وإلى الماضي القريب أو أيضا إلى المستقبل القريب وسأركب جمل باستعمال الفعل أمي إذن هذا الدرس دي من قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا لمن اشترك مؤخرا في القناة أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر للمبتدئين من الصفر فقط تابع القواعد والحوارات والجمل وأيضا قائمة مهارة النطق والسمع وأيضا القصص والنصوص اضغط على هذه الروابط وهي موجودة أسفل فيديو ستجد هذه الروابط أسفل فيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق ادخل إلى خانة الوصف أو في خانة التعليق ستجد هذه الروابط ويمكنك تعلم لها الفرنسية في مدة قصيرة جدا بمتابعتك لهذه الفيديوهات إذن سأبدأ الدرس على بركة الله اليوم أنا أحب قطتي إذن في هذه الجملة كما تبيتصري في الفعل إما إلى الحادر جم سيلا كونجيقزون عن دي verب اما أو PRESENT إذن أنا أحب اوجوردوي اليوم منشا قطتي منشا قطتي اوجوردوي جم منشا اوجوردوي جم منشا إذن أردنا نقول أنت تحب أنت تحب قطتك ستقول أنت تحب نضيف أس كل شخص يمكن أن يكتب ما يحبه مثلا جم ماما جم مان فرار جم ما سور جم منشا أنت أكتب ما الذي تحبه إذن استعمل الفعل أما أو PRESENT جام تيام إلام نزيما وزيما إلزام وحاول أن تضع جمال قل ما الذي تحبه في التعليخ اوكتب في التعليخ ما الذي تحبه إذن اوجوردوي تيام طنشا اليوم أنت تحب قطتك او اوجوردوي هو يحب اليوم هو يحب اوجوردوي يلام يلام صنشا اوجوردوي يلام صنشا صن إذن من ملكي طن ملكوكا صن ملكوهو إذن صنشا قطتك إذن ce sont ديزادكتف possessيف إيا صفات الملكية من تنصن إيا صفات الملكية يمكن أيضا أن نقول نزيمان نحن نحب إذن أردت أن تقول نحن نحب قطتنا ستقول اوجوردوي نزيمان نزيمان نوتر شا نوتر شا اوجوردوي نزيمان نوتر شا اليوم نحن نحب قطتنا إذن أضفنا O N S يمكن أيضا تقول اوجوردوي vous aime اوجوردوي vous aime E Z اوجوردوي vous aime votre شا اوجوردوي vous aime votre شا اليوم أنتم تحبونا قطتكم votre نوتر شا قطتنا votre شا قطتكم إذا قلنا قطتهم سنضيف S ونضيف لش S قطتهم إذن إذا كان المملوك أي لش جم نستعمل لشا لش 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 أنك مما يحبون الآن يقول البحث الخلط يحبان مو اي توا مو اي توا اي من لشا اي نحن نحبه مو اي توا اذا تكلمنا عن الذاب اتر جام تيام ملام نزام وطلبتم لكم ان تضعوا في التعليق تصريف هذا الفعل اكتبوا تصريف هذا الفعل وقل ما الذي تحبه كل شخص يحبه شيء ان تيمكنك ان تعبر عن مالذي تحبه اذا الانت سامر إلى لبسي كم بذلك اي مو اي مو اي مو شئن اي يرج لابتيا اي يرج لابتيا اي يرج لابتيا اي يرج لابتيا كالبي ايه ج امي من شين إذن ايهر بالأمس ج امي سي لا كونجيزون دي verب امي أو باسي كونجيزون أي أحباب تو أي أتكلم عن الماد المركب من شين كالبي يو سما الماد المركب لأن نستعمل لأكسلي أتر أو و أفوار هنا نستعمل لأن إمي يصرف مع لأكسلي أفوار و لأكسلي امي ايهر ج امي من شين بالأمس أحببتو كلبي ولكن إذا أرادتو أن أقول ايهر تُي أمي أحببتا إذا أرادتو أن أقول أحببتا تقول تُي أمي ايهر تُي أمي ايهر تُي أمي إذن لاحظوا أنني احتفظت بأمي كما هي لم أغير فيها شيئا فقط الذي يتغير هو الأكسليال أفوار يمكن أن نقول بالأمس أحببه وكلبه سأقول إلى إمي إذن إلى إمي إذن إذا أردنا أن نقول بالأمس أحببنا وكلبنا سأقول نحن أحببنا بالأمس نحن أحببنا نوتر شيئا كالبنا نوتر شيئا كالبنا وإذن الآن نقول كلابنا سأوضيفه لشيئاس ولكن سأقول نو شيئا نو شيئا إذن نحن نتكلم عن كلب واحد الآن إذن نوتر شيئا أيضا أو بالأمس أحببتم كالبكوم وزاوه Billy سأكون أو أو إياه إلزون إيمي إلزون إيمي لر شياء لر شياء كلبهم نوتر شياء كلبنا ووتر شياء كلبكم لر شياء كلبهم إذا إياه إلزون إيمي لر شياء إذا ما نغيره فقط هو الأكسلية إذا أرادنا تسريف لفعل إيمي إلا لباسي قم بزيقى نقوم بتغيير لعكسلية إلا لمساعد إلا ورشياء نقول جه إيمي إلا إيمي إلا إيمي إلا إيمي إلا لفعل إيمي وسأقوم بتسريفي إلا لفتور سيبه إلا لفتور بل بسيط مثلا سأقول غدا سوف أحب الغناء إذا دمان جامري شانتي دمان جامري شانتي غدا سوف أحب الغناء دمان جامري شانتي غدا سوف أحب الغناء دمان جامري شانتي غدا سوف أحب الغناء يمكننا أيضا نقول أنت سوف أحب الغناء سأقول دمان دمان جامري شانتي دمان جامري شانتي غدا سوف أحب الغناء دمان جامري شانتي غدا سوف أحب الغناء يمكن أيضا أن نقول نحن سوف نحب الغناء أنا وأنت أو أنا وأنتم سوف نحب الغناء أنا وكريم وسعيد سوف نحب الغناء إذن دمان نزيم ران شانتي نو زيم ران شانتي دمان نزيم ران شانتي لاحضوا أنني لم أغير الفعل في المصدر إما تركتوا على حالي أضيفوا فقط A-I, A-S, A والآن أضفتوا O-N-S في نو أضفتوا O-N-S دمان نزيم ران شانتي أو دمان نزيم ران شانتي أو دمان نزيم ران شانتي أو يمكن أن نقول «دمain ييمرون 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 سوفا نحبو Vous aimerai سوفا تحبونا Ils aimeront سوفا يحبونا الآن سأمر إلى النفي وسوف أقدم لكم جملة واحدة في النفي La negation Maintenant Je n'aime pas aller à l'école الآن أنا لا أحب الذهاب إلى المدرسة Maintenant الآن Je n'aime pas لا أحب aller à l'école الذهاب إلى المدرسة aller à l'école الذهاب إلى المدرسة Maintenant je n'aime pas aller à l'école الآن أنا لا أحب الذهاب إلى المدرسة إذن ne pas تعني là ne pas تعني لا إذن je n'aime pas je n'aime pas أنا لا أحب j'aime أحب je n'aime pas أنا لا أحب tu aime تحب tu n'aime pas لا tu il aime يحب elle n'aime pas لا يحب إذن ne pas تعني النفي يمكن أن أقول أن أخبرك أن أنا لا أحب وأيضا يمكن أن 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 في ذلك وأقول لك أنا لا أحب إذن يمكن أن استعمل ne pas للنفي الآن سأمر إلى الماضي القريب le passé récent مثلا أحببت لتو قبل دقائق أو ساعة قلائل أو قبل تواني أو قبل لحظات أحببت إذن أحببت لتو مثلا هذا الفيلم ce film أحببت لتو هذا الفيلم je viens c'est la conjugaison du verbe venir أو présent و هي التي تغير و تبقى على حالها نقول أمي ولكن نقول أمي أمي يبقى في المصدر الانفين إذن حاولو أن تلاحظو معي أحببت لتو هذا الفيلم تبقى أحببت أحببت لتو سأقول تبقى 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 هذا ولكن تبقى 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 لت احببنا لطاو احببنا لتوه او أحببتم للتو هذا الفيلم إذن 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 تبقى على حالها الفعل يبقى على في المصدر وال أيضا لا تتغير نغيره فقط الفعل venir au présent نقوم بتصرفي إلى الحاضر الآن سأمر إلى الفتور بخوش ما دم ما دم هناك الماضي القريب فهناك مستقبل قريب سأحب الاحتفال قريبا سأحب الاحتفال قريبا أي بعد لحظات أو بعد دقائق إذن إذن جو في أمي جو في أمي سأحب قريبا سأحب قريبا فعل فت أي الاحتفال فعل فت وهو الاحتفال أيضا هنا سأحب قريبا أيضا هنا سأغير فقط الفعل على إلى الحاضر جو في تيوا إلوان نزالون وزالي إلوان جو في أمي إذن أمي لان تتغير سأحب قل فعل في المصدر أي الانفينيتيف لان نغيره إذن سأغيره فقط جو في إذن إذن لتو أن أقول سأحب بو أنت سأقول إذن 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 سأحب بو امي فعل فت سأحب بو قريبا الإحتفال ستحبونا الاحتفال إذا سنقوم بتصريف الفعل إذا سنقوم بتصريف الفعل م إلى الحاضر وإلى الماضي المركب وإلى المستقبل البسيط إذا قمت بتصريف الفعل الآن أريد أن أقول لمن يتحق بنا مؤخرا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم لغة فرنسية مجانا حاول أن تشاهد هذه القوائم وذلك بالضغط على الروابط أسفل فيديو في خانة الوصفة وفي خانة التعليق لتتعلم اللغة الفرنسية في مدة قصيرة وأيضا بسرعة وبكل سهولة فهناك دروس بسيطة جدا أحاول أن أبسط الدروس لكي يتعلم الجميع وحاول أن تساعد القناة من أراد أن يساعد القناة على أن تستمر أن يساعدني على أن أضع الفيديوهات دائما ويساعد القناة على الانتشار يمكن أن يضع هذه الروابط خذ هذه الروابط من خانة الوصفة أو من خانة التعليق وضعها في الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب الخاص بك أو في مجموعة الواتساب أو الفيسبوك أو ضغط على بارتاج أو مشاركة لتشارك الفيديو أو شارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة ويمكنك الضغط على جام والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو وأيضا ضغط على اشتراك من يشترك فلينزل الآن الآن فقط تانية اضغط على اشتراك وضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر ان شاء الله